لا يعيد التاريخ نفسه بل يستعيد أحداثه بألوان وأشكال جديدة مع ثبات جوهر المضمون نضال شعوب ضد الظلم والاستبداد العاكفون الآن في ساحات الحرية في العراق يستنسخون مشاهد حدثت قبل مئة عام تماما جموع تنادي بالحرية ومستعمر يقمعهم بالرصاص غاب المستعمر الآن خلف الستارة وجسدت دوره أدواته ومرتزقته في مسرحية واقعية تحمل المأساة والملهات في آن واحد على خطى الأجداد يسير الأحفاد وما بين ثورة العشرين التي شهدها العراق ضد الاحتلال بريطاني وثورة تشرين مئة عام لم تتسنى فيها مياه التوق إلى الحرية والاستقلال مئة عام لم تكن سوى ومضة عاش العراقيون قليلها بالراحة والسعادة وكثيرها بالعناء والمكابدة حتى جاء غزو عام 2003 والعراقيون لما يلتقطوا أنفاسهم وينتهوا من ترميم ما خلفه الاحتلال الأول مقاومة مسلحة ثم انتفاضات شعبية متتالية شكلت بركانا كان شهر تشرين الأول عام 2019 موعدا في جاره بثورة مكتملة الملامح واضحة المفاهيم عميقة الهدف أول ذكرى لثورة العشرين يحييها ثوار تشرين مجسدين بتظاهراتهم تلك الحقبة المهمة من عمر العراق عندما انتفض أبنائه بجميع طوائفهم ضد الاحتلال الإنجليزي وأعاق مخططات تقسيم أكبر كانت ستتم لولا ثورة العشرين للأسباب القديمة ذاتها وزيادة ثار العراقيون اليوم وإن كانت مهمتهم الحالية أكثر أهمية وحرجا وما أشبه اليوم بالأمس ليتوافق يومهم المشهود مع يوم أجدادهم وهم ينتفضون ضد الاحتلال البريطاني في ثورة العشرين وينستون تشيرشيل عاد بنسخ عديدة وألوان مختلفة والاحتلال تجذر حتى حاصر أحلام العراقيين وتغلغل في كل يومياتهم لكن الشعب لم يتغير لأن هدفه لا يتغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر